السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم مصر رحمة العبد من قناة دروسة عالمية اونلاين ان شاء الله هنبدأ النهاردة منهج الترمي التاني اول درسين من وحدة السبعة لسونز ونان تو صف الاولى العدادة من كتاب جيم كل الناس اللي جابت درجات نهائية في الترمي الاولاني او اقل درجة او اتنين اكتب في تعليق الدرجتك هنعمل لك تهنئة باسمك على منتدى القناة وكمان شهد التأدير باسمك يلا بننبدأ مع اول حاجة هنقرأ درجات الكلمات هنتعرف هنطل الصحيح هنشرح الجرامر نعلق على كل التركات اللي موجودة فيه هنتعرف ازاي نحل سؤال الديالوج وسؤال البراغراف والايميل اللي معظمنا بيشتيك منهم هنحل على ده كله اسئلة ونقول السبب بتاع الحل يلا بننبدأ مع اول حاجة اهم كلمات الدرس الاول والتاني هنقرأ كل كلمة مرتين زي احنا متعاودين لو انت بتقرأ حاول تقرر وراي عشان تعرف نطل صحيح بتاع الكلمات طبعا بي مقصود بها ام او از او ار was aware big wheel bowling alley canteen diary dinosaur dinosaur dolphin dolphin exhibition exhibition تعمد العليمين football stadium football stadium fun fair fun fair museum museum nervous nervous planetarium planetarium sports center sports center statue ما تقولش بقى statue لا اسمها statue statue swimming pool swimming pool uniform 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 ناخد مفردات ضفية area area beach ball beach ball beach ball hope hope quiet 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 rally rally shark shark smiley face smiley face whale whale ناخد بقى سؤال سريع checkpoint على هم الكلمات اللي فاتت اربع كلمات وثلاث جمل عايزنا نكملهم من الكلمات اللي في اللي قدامنا number one we went to the museum and so many there رحنا متحف وشوفنا اي كتير هناك طبعا شوفنا statue تمثيل number two my school not is a blue t-shirt and black trousers البنطول الاسود تشيرت الازرة ده اي خاص بالمدرسة طبعا uniform زي موحد number three my father is not told بابا الى حد ما طويل طبعا تبقى ايه او التالتة ديات number three كويت طبعا الاولانية اللي قبلها على طول دي معناها هادئ نعاوزين كده الى حد ما تمام ناخد بقى كده language expressions تحابيرات لغوية نجيب فعل مع صفة او مع اسم بيديني معنى معين ممكن يتغير المعنى حساب تغير الكلمات do activities يؤدي عنشطة go bowling يذهب لعبة رياضة البولنج have a haircut يقص شعره make a decision يتخذ قرار take a bus يأخذ اوتوبيس او يستقل اوتوبيس حرف القر مهمة جدا frightened of خائف من help with يساعد في move to ينتقل الى on my birthday في عيد ميلادي ride on the big wheel او go on the big wheel يركب العجلة الدوارة decide to يقرر ان ناخد الشيكبوينت التاني بقى برضو اربع كلمات وثلاث جمل honey usually not a lot of activities at the weekend honey بيقوم بانشطة كثيرة في الايه في عطل اثنائية الاسبوع يبهينا does لان كلمة دو بتجي مع activity number two my little sister is frightened mice يعني اخت صغيرة خائفة من الفئران يبهينا frightened of حرف القريب يجي معاها number three she not shopping on fridays طبعا تازل الى تسوق المجمعة يبقى she goes ديات number three ناخد بعد كده الى فعالة غير منتظمة buy bought bought اللي جيتش هنا silent find out found out found out have أو has الماضي منهم had had learn learned وحدة فيهم leave left left teach taught taught الjih هنا برضو silent كلمة عكسها the words والأبزت أو الانترنم المضاد بتاعها exciting مثير عكسها boring ممل فامتنسك رائع عكسها terrible فظيع friendly ودود عكسها unfriendly غير ودود ناخد بعد كده language notes ملاحظات لغوية أول حاجة but ولكن تعبر عن التناقض يعني تربط بين جملتين بس يبنوا تناقضين في المعنى لما أقول مثلا I wanted to go to the fun fair عاوز أروح الملاهي but my brother wanted to go to his favorite restaurant لكن أخوي عايز أروح المطعم مفضل عنده يبقى هنا بط بتربط بين التناقض so لذلك تعبر عن النتيجة لما أقول مثلا I love my brother أنا بحب أخويا so we went to his favorite restaurant لذلك بنروح أو إحنا ذهبنا إلى المطعم المفضل بتاعه نقطة ثالثة was born or were born ولدا my son was born in 2006 ابن التولاد ستة أفرن وست my cousins ولاد عمي were born انتولادهم in 2009 2009 معروف أن الكلمة go يذهب من أجل بقرافل في ING غالبا تستخدم go مع رياضات والأنشطة التي تنتهي بإبو ING زي مثلا go bowling go shopping go swimming مثلا I usually go bowling on Friday أنا عادة أروح أذهب إلى الرياضة البولنج يعني يوم الجمعة my mother always goes shopping on Sunday ماما دائما تذهب لتسوق يوم الأحد ناخد بعكدها vocabulary builder أو الحاجة words كلمة المرادة الفتاحة fantastic رائع بتساوي amazing مدهش friendly ودود بتساوي kind عطف أو طيب بعدك أنا أخذ الصوفيكس لأ الحروف اللي بتيجي فخر الكلمة exhibit يعرض لما ضف لها ION حاولنا الفعل ده إلى S بقت exhibition معرض يبقى كلمة تصطلع exhibit لكن دي exhibition friend صديق لما ضف لها LY حاولنا الاسم إلى صفة بقت friendly ودود بعد كده في كلمة متشابها في الاسبلينج لكن مختلفة في المعنى زي كلمة diary مفاكرة يومية diary منتجات ألبان طب إيه بقى مصر طبعا ديها مفاكرة يومية بكتب فهمه مذاكرات لكن diar ديها حاجات فهمه منتجات الألبان زي الشوكولاتة مثلا كاتبري اللي هي أصلا تعتبر مقاطعة محدش بشيرها دلقتي خالص أصلا عشان فلسطين طبعا فأنا بقول diary لما كتوبها كده على دار الشوكولاتة فبتستطيع دي اسمها منتجات ألبان يعني الحاجة دي تخلفها منتجات الألبان إلى حد ما هادئ شبها بعض لكن مختلفين في المعنى تماما ناخد بقى كده طبعا هناخد أهم النصوص عشان طبعا وقت الترمي التاني ديق جدا فعشان ايه مش هناخد كل النصوص عشان ايه في حاجة بتاقة متقررة فانا هاخد الأهم واللي بيكي في المتحانات دينا بتكلم بتقول it was my birthday last Saturday كان عيد ملادي يوم السبت اللي فات so I went to the museum ورحت للمتحف with my mom and sister مع مما أختي and we saw some old statues شوفنا تمثيل قديمة we learned a lot وتعلمنا كتير in the evening في المساء I wanted to go to the fun fair كنت عايز أروح الملاهي but my brother wanted to go to his favorite restaurant لكي كان أخويا كان عايز يروح المطعم المفضل بتاعه I love my brother أنا بحب أخويا so we went to the restaurant روحنا المطعم اللي هو عاوز we went there four months ago for his birthday وروحنا هناك من أربع شهور في عيد ملاده أيضا and two days ago من يومين on Sunday ومن الأحد we went to the planetarium روحنا طبعا إيه القبة السماوية but it was closed لكنها كانت مغلقة so we took a bus أخذنا الأتوبيس to the aquarium إلى مارض الأحياء المائي on the other side of the town في الجانب الآخر من المدينة it was fantastic كان رائع I saw a shark وشفت سمكة لإيه القرش ناخد الموضوع الثاني نتكلم على Adam's diary المفاكرة اليومية ومذكرات آدم اليومية نشوف كده كل يوم كان بيعمل إيه طبعا كل كلامنا في الماضي Sunday 8 May يوم الأحد الثامن من مايو بالأمس أسرتنا انتقلت إلى المنزل الجديد في اسكندرية استغرق مننا ثلاث ساعات عشان نقود السيارة من منزلنا القديم في القهر Monday 9 May يوم الاثنين التاسع من مايو في الصباح ده يوم الصبح يعني الاثنين الصبح أنا وما رح نتسوق عشان نشيري زي موحد للمدرسة من أجلي الله أتمنى أن الطلاب يكونوا مدودين في المدرسة الجديدة بتاعتنا الثلاثة العاشر من مايو في اليوم ده رحت المدرسة الجديدة بتاعتي كنت متوتر شوية إلى حد ما لكني جلست بجوار والد اسمه سامي كان ودود جدا تنقلنا الغدام مع بعض في المقصف أو المطعم بتاع المدرسة Monday 6th of May Monday الاثنين في السادس عشر من مايو ده أسلوب تعجب بيقولك يا لها من أجازة رائعة رحت ومنزل سامي يوم السبت لعبنا كرة في الحديقة أنا في العادة ما بحبش كرة القدم لكن كل أخواتكم عايزين لعبهم كان فيه مرح كتير جدا وكان فيه فعلا حمام سباحة كبير جدا ناخد بقى تدريبات على كلمات الجزء اللي فات وزي ما اتفعنا الناس اللي متابعيننا من زمان عارفين بنوقف الفيديو في اللوحظة ضيئة نراجع الجزء اللي فات كويس جدا بقى كده نحل الأسلال وحدنا ونشغل الفيديو تاني عشان نعرف إجابتنا صح والغلط وعشان نعرف الحل والسبب بتاع الحل يعني وطبعا بتكتب لي في الإجابات عشان تتفعل معايا وتشجعنا لعشان نستمر طبعا بتعمل لايك وتكتب جبت كام من ستاشر في كلمات الدس الأول والتاني نشوف أول حاجة نمبر ون طبعا الكور تبقى تلاك جدا فين طبعا في البولنج جالي اللي رياضة البولنج نمبر ون أنا شوفت إيه عندي الدلفين طبعا لو ليه معرض أو عرض نمبر ثري كررنا نلعب كرة سلة في السبورتس إيه سبورتس سنتر تمام نمبر فور ماي سيستر حبيبة أخت حبيبة دائما بتساعد ماما زه هاوي سورك طبعا هل بإيه هل بوث يساعد فيك نمبر فايف دونت في يو والفايد جود فرينس يعني ما تقلقش انت تعتقد أصدقاء كواسين في مدرسك الجديدة يبقى دونت بي نيرفوس لا تتعصب ولا تتوتر نمبر سيكس they decided to move a bigger house next year هما قررهم ينتقلوا إلى منزل أكبر العام القادم خلي بالك من move بيجمع حرف جر move to ينتقل إلى نمبر سيكس let's go on the big wheel يعني إلا نركب اللعبة بتاع العجلة الدورة اللي في الملاهي الكبيرة ديت add the نقاط طبعا add the fun fur في الملاهي نمبر 8 we learned a lot about the earth and the moon نتعلم حاجات كتير عن الأرض والقمر add the فين طبعا planetarium القبة السماوية نمبر 9 it was great add the my team one two zero كان شيء عظيم فين لأن فريقنا فاز 2 صفر طبعا add the football stadium استياد كرة القدم تمام نمبر 10 I write what happens to me every day in a أنا بأكتب اللي بيحصل لي كل يوم في ايه أوعتة لخب طبعا ايه تمام مفاكرة يومية لكن داري منتجات ألبان نمبر 11 we had lunch together in the school طبعا احنا تناولنا الغداء مع بعض في ال school ايه in the school canteen مطعم المدرسة نمبر 12 some people are of dogs بعض الناس بيعملوا قوم الكلاب طبعا خايفين يبقى هنا frightened خايف من فمش بعض الناس تدريبا كل الناس نمبر 13 I didn't enjoy the film because it was لما استمتع بالفيلم لأنه كان ايه طبعا لأنه كان لقولت exciting مثير amazing مذهل funny مضحك نما terrible ممكن terrible terrible يعني ايه فظيع يعني سيء جدا نمبر 14 our neighbors are we like them a lot جراننا ايه احنا بنحبهم كتري قوي يبقى جراننا اكيد ناس طيبين يبقى friendly ودود نمبر 15 we visited the and the so colorful fish swimming there زرنا ايه وشفنا اسمك ولو هنا بتزبح هناك يبقى احنا زرنا الاكويريوم نعرض لحياة المائين نمبر 16 نادا نوات 5 is frightened of the dark خليبا يبقى نادا اللي عمرها خمس سنين خائفة من الايه من الظلاب احنا قلناها في الايه كلمات اسمها التي تبلغ من العمر يبقى الايه ترضي تمام ناخد بعد كده الجزء الخاص بجرامر وبالرجال هنا على ذا من الماضي البسيط وخلناها ترميل الاولان واناقوله تاني الماضي البسيط بيعبر عن حدث تم في الماضي وانته بدأوا انتهى في الماضي بيكونوا جملة بتاعته من فاعل واجيب بعدها تصريف التاني للفاعل مثلا هي لم تزور عمها بالامس ولو هكون سؤال في الماضي عندنا نعمل اسئلة سؤال اسم يسقر نو او يسقر نو اللي هو بيبدأ بفاعل مساعد وطبعا عندنا يبقى هنا ديد فاعل مصدر تاني ديد فاعل مصدر مثلا ديد يو جو شايف جاب جو لي عشان ديد موجودة هل هو زهب الى المتحف الليلة الماضية لو هسأل بأدات استفهام نفس التكوين بس بجيب قبل ديد بجيب أدات استفهام بعدها ديد بجيب فاعل وفاعل مصدر برد يبقى طول ما موجود ديد في السؤال او النفي بيجيب مصدر مثلا متى زهبت الى المتحف يمكن لك زهبت الاسبوع الماضي طب اجيب فيربي تو بيز زي في الماضي طبعا وز او وير اي هي شيئت او اسم مفرد تاخد وز او وز انت يو وي زي او اسم جامعة تاخد وير او وير انت مثلا هي ووز اد زا اكواريوم يصر داي هو كان في الايه في المعرض بتالي حياة المية بالامس دي وير انت اد بلانتاريوم هما لم يكونوا في القبه السماوي لو هسأل بوز او وير هجيب وز او وير في الاول ومعناها هل كان او هل كان طبعا وز مع هي وشي بقيت او اسم مفرد وير مع يو وز او اسم جامعة لما اقول مثلا وز علي اد سكول ياسر داي هل علي كان في المدرسة مبارح ممكن اقول ييس هي وز او نو هي وز انت هل الاولاد كانهم سعداء في الملاهي ممكن اقول ييس داي وير او نو داي وير انت ولو هسأل بأدد السفام نفس التكوين اجيب قبل وز او وير ادد السفام ادد السفام ووز او وير فاعل واعتقول لي مصدر بقى ليه مصدر ده المصدر مع ديت فقط مش مع وز وير ها وز يور ويك اند علاء كيف كانت اقلت لتناهي لزوء بتاعتك يا علاء او يا علاء والاتنين نفس الاسم على فكرة كانت رائعة كل زي ما بيبقى له كلمات او تعبارات تضلع الماضي فالتعبارات اللي عندنا هنا تعبر عن شي كنا من الكلام عليك في الماضي زي مثلا last week end last month last year three days ago a week ago a month ago ملاحظين حاجة last بتيجي قبل لمدة زمنية لكن اجو بتيجي بعد المدة زمنية المحددة yesterday afternoon yesterday evening yesterday night in واجب سنة في الماضي 2018 in October in April باستخدم بقى this morning مع زمن الماضي البسيط وتنفع لما يكون مثلا انا في الظهر او العصر او بالليل او مثلا this morning هذا الصباح يعتبر بالنسبة لي ماضي لما اقول I had breakfast this morning انا تناولت الافطار هذا الصباح ممكن يكون فترة الظهر او بالليل نحل بقى سئلة على الجزء الخاص بالجرامر واتفقنا زي ما قلنا من شوية وقف الفيديو وذكر جزء اللي فات كويس جدا بقى كده شغل الفيديو تاني عشان تعرف اجابتك صحة والغلط وعشان تعرف السبب بتاع الحل طب مننا على مساوك في التعليقات وكتب لي جبتك من ستاشر في اسئلة الجرامر القواعد بتاع الدرس الاول والتاني نمبر ون خالبك قال لك يبقى على طول ما ده بسيط نمبر تو خالد ذهب الحضرقة يعني من عشر دقائق نمبر ثري خالي بقى لك هنا لو قلت هو ذهب لا ده كل الاختيارات من فيها يبقى بابا لم يذهب للعمل بالامس عنا قلنا فاعل زائد المصدر يبقى هنا تمام عشان فيها سرداء موجودة نمبر فور جاب لي هنا وط وجاب لي في الاخر يبقى ده سؤال في الماضي البسيط يبقى وط فاعل المصدر يبقى تمام يا مصر ليه ما اخترت ما احنا قلنا الفرق بين في الماضي انه بيجي معها مصدر ما ايجيش معها مصدر ونفس الكلام على بوز نمبر فايف هكونا متأخرين على الاجتماع بتاع الامس يبقى وي ايه احنا هنا عندنا جمع ما فيش فعل لمصدر ايبا مش هجيب هجيب تمام نمبر سيكس متى اخدنا اخر حصة رياضيات احنا قلنا وين ادت صفة did فاعل مصدر المصدر هنا ايه هاف لتر ايه نمبر سيفن they not the bus to the city last sunday هم اخدوا الى المدينة يوم الاحد الماضي الاحد الماضي يعني ماضي بسيط والماضي من كلمة تيك هتبقى تمام نمبر ايتين من الذي رأيته الليلة الماضية who ادت استفهم did فاعل مساعد you فاعل بعدها ايه did فاعل مصدر يبقى c لتر ايه نمبر ناين not he move to a new city وانتقر الى مدينة جديدة يبقى انا باتكلم في ايه مواضي بسيط تمام طب اقول was في مصر ما هي بتاخد was هني رجعتني نقول بدل فيه فاعل مصدر يبقى did فاعل مصدر يبقى ولينا عمي يعني كان في المركز الرياضي هذا في فترة الظاهرة يعني هتقول لي where was عشان my uncle مفرد اقولك فين الفعل الاساسي ما فيش يبقى كلامك صح طب نقول did ما ينفعش مصر did ليه did عايز فاعل مصدر وما فيش هنا فاعل مصدر ناخد بعد كده سؤال صح الكلمة اللي بين قسين طبعا ده سؤال did احنا هنا دي تفعل ايه دي تفعل مصدر يبقى did you give تمام نمبر ايه يا مصر ربي احنا ما خدناش بي قبل كده نسألناها من شوية على الفكرة بي لو الفعل المساعد في الماضي والاي هتاخد ايه هتاخد نمبر كيف كانت رح تلاتك الاخيرة الى الفيوب طب يا مصر ما هو ديت صح عشان ده ماضي طب انا اقول لك بارة كل شوية فكرك عشان بتغلط وفاق في المتحن والله did فاعل مصدر ما فيش مصدر يبقى ديت غلط هاجيب ايه يا وز طب هنا مفرد يبقى وز نمبر بابا كان عايش في القرية لما كان عنده عشر سنين لما كان عنده عشر سنين يعني ماضي يبقى هنا كان يعيش نمبر 5 هو لم يلعب تنس انا عايز اقولي الاسبوع الماضي بقيه تمام نمبر والاجابة عن احداث في الماضي انت تسأل وازاي تجاوب لما قالك مثلا ورحت فين العطل الماضية ورحت المتحف ونقرأه بسرعة عملت افضل صديق لك انت ونت كان عيد ملاد دينا كان في شهر اكتوبر ناخد بعد كده سؤال على الجزء اللي فات واتفقنا لما اجا حل سؤال دي اللي بعمل اي فاكرين ناس اللي كانت متابعنا من زمان عارفين او الخطوة بكتب خطوات تكمن السؤال على يمين زي ما انا كاتب دلوقتي ليه يا مصر عشان اكون السؤال وتبقى قدام على طول انا بكون خطوة تانية اقرأ العنوان الخاص بالايه بالديالج اللي عندي عشان افهم بيكلم على ايه خطوة تالتة اقرأ الموضوع بالكامل بغير ما احل ولا كلمة طب ليه يا مصر عشان تعرف التفاصيل بتاع الموضوع الخطوة الرابعة تقرأتاني وتحلي سؤال وإجابة لان احيانا الاسئلة القرانية بتبقى محتملة على الكلام بعد كده طارق اسكس نبيل about his weekend in Aswan طارق يسأل نبيل على عطلة نهاية الاسبوع بتاعته اللي اضافه فيه في Aswan طارق بيقول له صباح الخير كيف كانت عطلة نهاية الاسبوع بتاعتك نبيل قال له صباح الخير ورد عليه رد معايا وبدأ يسأله لو كان قال ان هي اجازة وحشة او عطلة نهاية اسبوع وحشة ما كانش الكلام على الحاجات ديت فيفضل طبعا اقول ان هي كانت اجازة كويسة عظيمة وكذا ممكن اقول له دي كلها تنفع طارق سأله سؤال فنبيل يرد عليه قال له أنا قضية الاجازة في اسوال كون سؤال معايا واحدة واحدة وركز وانت بتحل بقى اول حاجة بكتب اداة السفاء طبعا هسأل هنا على ايه هسأل على المكان وحتة مهمة اول لما تسأل على حاجة هتعمل ايه برافو تشتوبها هتشوب هنا ايه هتشوب المكان اللي هو كلمة اسوان واخد معها حرف الجر الخاص بيها يبقى هنا شطبنا اسوان هكتب اداة السفاء يبقى هنا اعنى المكان تمام الخطوة التانية فعل مساعد طبعا ما فيش في الاجابة هاجب من عندي اما دو لو كان فعل مصدر في المضارع دز لو كان فعل مضارع بس في اس ودد لو كان فعل ماضي وهنا طبعا ماضي فانا هاجب من عندي يبقى هنا الفاعل رقم ثلاثة اول الكلام اللي هو ايه اي تحاول الى يو تمام الخطوة الرابعة فعل اساسي يا مصر وفيه الفعل اساسي اللي انت كنت عايز تجيب الفعل المساعد وبسط له اللي هو كلمة بس انا برجحها لاصلها في المضارع اللي هو ايه برافو الناس اللي حافظة استصرفاتها فعل هيخفيد هالموضوع ده كتير جدا يبقى رقم خمسة تكملة ايه اللي ما كتبتوش يبقى هنا بعد كده طارق قال له التقسي هناك كان عامل ايه طبعا انت بتكلم على اسوار يبقى التقسي بها جميل فممكن نقول ايه كان الجو جميل ولطيف بعد كده طارق سأل سؤال رد عليه نبيل قال له انا اكلت سمك ورز انت هتسأل على الاكل اللي هو اكله فبالتالي هتشب اللي بتسأل عليه اللي هو ايه برافو عليكم تمام بعد كده بكتب قدد استفهم للمناسبة طبعا هسأل بوط تمام يبقى دول حاجة عند وط تاني حاجة الفعل المساعد اللي هو لو كان موجودين ما فيش هستعين بايه بودو او ضز بودت زي ما قلنا من شوية هجيب ديت عشان كلمة ايت ماضي يبقى وضد رقم تلتة فعلة وكلام هيبقى رقم اربعة الفعل الاساس هيبقى ايت لانه باجيب المصدر من الفعل اللي عندي ورقم خمسة تكملة طول مثلا من ظرف زمان زي كلمة او ظرف مكان زي كلمة ماذا اكلت هناك بعدك هتطارك قال له هل انت استمتعت بقى وطلق نهاية لسبوع ديت بعدك كله ما استمتعش اكيد طبعا فيقول له ايه اللي اجابة المشهورة بتاعتنا تمام يبقى انت وانت بتجاوب طبق خطوات تكوين السؤال اللي لتلك على العديات هتلاقي الموضوع بالنسبة لك بسيط جدا جدا ولو كان عندك مشكلة اعتقد المشكلة دلوقتي تتحلت خلاص تمام يبقى بعدك هناخد النقطة التانية في المهارات اكتب بطريقة صحيحة ازاي تكتب عن عطلة نهاية الاسبوع بتاعتك ودائما يجيب لي الجم بيجيب لي عليمين كده بعض النصائح ان المرض يقول لك ايه بيفقرك استخدم الحروف الكبيرة اللي هالكابتل معبدات الجملة اسمها الاشخاص والضمير ايه في اي مكان في الجملة بمعنى انا والاماكن الشهيرة لو هكتب عن الموضوع ده هكتب ازاي تجيب اسم المكان ايه الحاجات اللي عملتها هناك تكتب حاجات كتير او في النقطة ديت باب عمل ايه وطبعا هتقول الوقت اللي انت قضيته تجيب صفة كويسة لي والموضوع جايز هوات اقرأو خد منه افقار وكتب اسلوبك امتى وسيب مسافة بين الكلمات اول حرف من جملة كابتل اخر جملة في فلسطوب ما تغلطش في وما شطبش عشان ده كله عليه درجات وكتب موضوع بنفسك هوات ما كانت زورته الاسبوع اللي فات ناخد بعكدة اول سالة طبعا عندنا استمع وانه قبل كده بتقرأ الاسئلة باختياراتها في الاستماع قبل ما تسمع اي حاجة من المصر اللي بيجيلك في الامتحان ليه؟ عشان اعرف التفاصيل بتاع الموضوع بعد كده ابدأ اسمع وحل اول باول طبعا النص اللي استمع موجود في فقر الكتاب هسيب لك السؤال ده بقى عشان ايه؟ الوقت ما بقاش كتير جدا في الفيديو ناخد بعك ده سؤال الديالوج طبعا انت فأنا بنكتب الاول خطوات تكون السؤال على مين زي ما نعمل لك هنا تاني حاجة نكتب او نقرأ العنوان بتاع المحادسة عشان نعرف بتتكلم على ايه؟ الخطوة تالتة اقرأ ده لك كله بالكامل عشان نعرف التفاصيل لان احيانا بتبقى فيه اجابات معتمدة على الكلام الموجود تحت الخطوة رابعة اقرأه كمان مرة وابدأ احيان لسؤال وجاء ايمن بيقول هنا لسوها ايمن اندسوها ار توكينج اباوت زا ويك اند بيكلموا عن عطل اتنائة الاسبوع ايمن بيقول لسوها انت عملت ايه؟ في عطلة نهاية الاسبوع طبعا هنا هترد عليه تقول له اجابة معينة طبعا من كراتك للبيت الموضوع هتجد ان هي راحت الملاهي فممكن تقول ايه؟ ايمن سألها سؤال سؤالت له انا عجبتني طبعا ايه؟ في العجلة الدورة اكتر حاجة اكيد طبعا يسألها يقولها ايه طبعا اللي انت عجبك اكتر حاجة عجبتك في الملاهي فممكن نقولها ازاي؟ هنسأل هنا بقى زي ما قلنا في خطوة تكون السؤال اللي هسأل عليه هسطب له ايه؟ زي بيج ويل تمام؟ طب هابدأ سؤالي هسأل طبعا بكلمة وط تمام برافو عليكم كده ابتأول حاجة هنا وط بعد كده الفاعل المساعد مفيش عندي ولا ام ولا ايه ولا اوز ولا وير ولا اي حاجة خالص من الفاعل النقصة وكان والكلام ده كله هعمل ايه؟ هجيب من عندي يدو يداز يدد طبعا هجيب دي دي يا مصر عشان هنا بقول لي لفظ الفاعل اولي كلام ايه تحول الى يو الفاعل الاساسي تمام؟ بعد كده تكمله يا مصر انت قلت ليه اللف فاحنا بنشيل بقى دي منها ونجيب مصدر عشان بعد دي زي ما قلنا في الشرح بتاع القاعدة ايمن بيقول لسوها طب انت روحت هناك ازاي؟ طبعا في اكتر من الوسيلة تنفع اسهل حاجة ممكن تقول روحت مثلا بالاوتوبيس روحت بالايه بالتاكسي يبقى ايو وينت باي مثلا ايو وينت باي ايه؟ باي بس يبقى انا روحت بايه؟ روحت بالاوتوبيس او مثلا ايو وينت باي ماي بفظل زكار مثلا روحت بعربية بابا ده كله ينفع بعد كده ايمن سأل سوها قلت له ازاي تيكت اس توينتي باونز التسكارة بعشرين جنيه انا اسأل على السعر بتاع التسكارة تمام؟ يبقى ناشته بالسعر اللي هو ايه؟ اللي هو توينتي باونز اعود نفسك على كده كل ما بتسألها لحاجة الصباح عشان ما اطلعبطش هكتب ايه بقى؟ ده تلس تفهم؟ طبعا بسأل على الثمن بهاو ماتش تمام رقم اتنين فاعل مساعد موجود اي مصر موجود ايز رقم تلاتة الفاعل اللي هو كل ما قبل الفاعل المساعد يبقى ايه؟ ده تيكت فيه ناس كتير بيقول لي يا مصر انا بعرفش اجيب الفاعل المساعد واطلعبط فيه قلت لك على حاجة بسيطة كل ما قبل الفاعل المساعد يعتبر فاعل فتكتبه في الخطوة بتاعته اللي هي الخطوة التالتة بعد كده اي من بقول لها فانتاسك رائع واضي ديودو دير عملت ايه هناك؟ طبعا اكيد طبعا راحة الملاحة تعمل ايه؟ اكيد هتركب مسلا العجلة الدورة اللي هي بتحبها اكتر حاجة فتقول له ايه؟ انا ركبت الايه؟ العجلة الدورة اللي هي الضخمة في الملاي اي من الله ده رائع احلى اسئلة تتشوز نمبر وان ده مكان ممكن نلعب فيه رياضة خلي بيلك بقى اندور هنا يعني في مكان داخل داخلي مش خارجي في مكان مفتوح يعني دي معناها اندورز طبعا المكان اللي هلعب فيه رياضة هي بقى ايه؟ طبعا هنا المركز الرياضي نمبر تو بسمة صودة اوف رامسيس سكند اللي هو رامسيس التاني بنقولها كده رامسيس سكند اوت اوف دا ميوزيوم طبعا خارج المتحف يبقى هنا شافت التمثال بتاعه ستاتشو تمام نمبر ثري ايوجوال يفيل نقط ايوجوال يفيل انا عادة بشعر بايه؟ قبل طبعا مااخد الايه؟ التست وعادة ببقى قلانة طبعا ايوجوال يفيل بدل انت أقلان يبقى نيرفوس يبقى هنا لترسي تمام نمبر فور هي كانت ايه؟ كانت متعبة بعد ايه؟ يعني يوم طويل من العمل يبقى هنا متعبة الى حد ما يبقى كويت الى حد ما وعدت لحبط ويجيب اللي قبلها اسمع كويت اللي هادم نمبر فايف انا قررت طبعا الناس بلايه؟ اللي ردت البولنج الايه؟ الاسبوع القادم يبقى هنا جو تمام؟ نمبر سيكس الطلاب التلاميذ بيحبهم يلعبهم او يعملوا انشطة مع بعض في المدرسة طبعا اكتيفتي بتاخده يبقى ليطر ايه؟ نمبر سيكس ايه؟ ايه رياض اللي تحب ايه؟ بقى لان سبورت بتاخده تمام نمبر سيكس عادل نوع بالامس بالامس يبقى ماضي بقى هنا لتربيه نمبر نين ايه؟ 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 انا طبعا قضيتي اللي نزل الخلوية بتاعتنا في الليه؟ في الحضيقة العامة من اسبوع مضى في الماضي بقى هذا على طول تمام؟ نمبر تن هل انت روحت لحظتك قبل امس يبقى هنا لاني دفع المصدر تمام؟ سؤال الجرامار صحي الكلمة اللي بي نقصي نمبر ون نقط وز شي فنش هير بوك ياسر دي هنا اقص غلط اتقول لي صحي مصر عشان ياسر دي افكرك اني لازم عشان اجيب وز ما جيبش مصدر طب قبل مصدر اجيب ايه؟ برافو يبقى اجيب د الناس ما صحي صحي نمبر ون هما كانوا سعداء وز طبعا مفرد انا عايزها ايه؟ يوير جمع ما جيبش ديت عشان هنا ما فيش فعل مصدر يقول لك يجيب لك صفة فانا ما جيب وز اوير نمبر ثري جاب لمصدر يبقى وير غلط هتبقى ايه؟ هتبقى ديت يبقى وير ديت يو جو اينا ذهبت نمبر فور اي انكل بوت ا نيو كار تمورو ازاي تمورو عمي اشترى سيارة غدا؟ لا اشترى سيارة بالايه؟ بالامس فاقول ايه؟ تمام يبقى ياسر ديت من الكلمات اللي بدوله على الماضي البسيط بعد كده اخر سؤال عندنا النهاردة اكتب راجرفت طبعا ايه كلمة عن ايه وكلمنا عليه من شوية احنا كده وصلنا الاخر حالات النهاردة لو عجبك الفيديو ما تنسسش اعمال لايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعلك الجرس عشان توصلك الفيديوهات القادمة ان شاء الله كان معكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته